بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم غالياتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد وصفتنا لنهار اليوم ستكون ميني كاي الخاص بالمقاهي تقدروا كذلك تحتمدوهم كمشروع رايح يكون جد مربح والأهم أنه تتحصل على كمية كبيرة فقط بحبات عبيب يجو خفافي جهشاش من أروع ما يكون يعني وحدة الوصفة تستحق التجربة منكم نتمنى حبيبتي غالياتي تتبعوا لفيديو من الأول للآخير راح تكتشفوا معي المقادير وطريقة تحضير هذا الوصفة الرائعة كذلك راح نشارككم بسعر يعني هذا الميني كاي كل الميني مسكوتشو كيفاش يعني تحسبوه كذلك طريقة التسويق تاعوا اللي حابت تعتمدو كمشروع نتمنى حبيبتي غالياتي تتبعوا لفيديو من الأول للأخير مكن شريحين تندمو شوفوا لهذاك الوصفة من أروع ما يكون قطني اسفنجي ما عندي ما نحكي لكم والوصفة جد جد اقتصادية نقولوا بسم الله وعلى بركة الله عندي هنا يا حبة عبيضتكم بدرجة حرارة المطبخ كما راكم تشوفوا عندي هنا يا نص كاس تاع سكر عادي ولا سكر حبيبات بالنسبة لثاعة الكاس 220 ميليليتر عندي هنا يا رشة الملح لتعديل الذوق عندي ملعقة صغيرة تعلق فاني ولا الفانيلا نجيبه هنا يضربه الكهربائي نبدأ نضربه جيدا هذا الخليط حتي يتحول اللون التاعه إلى اللون الأبيض حبيباتي هنا يا كينا أخت معنا ومتتبعة وفيها راها معي في القناة ومعنا في القناة كما راكم تشوفوا خلات لي هذا التعليق يعني طلبت مني أني نحط لها في الفيديو أنا فضلا منكم أنكم تدعو لها محرومة من الذرية إن شاء الله كل وحدة را هي تسمع فيها نقول لك حبيبتي فضلا وليس أمرا ادعي لهذا الأخت اللي راها معنا ربي إن شاء الله يرزقها بالذرية الصالحة وربي عمر حجرها ويفرحها في أقرى فرصة هي وكل محرومة را هي تسمع في هذا الفيديو إن شاء الله يا رب العالمين كامل ربي يرزقكم يا عمر حجركم وربي يفرحكم ويقرع عندكم بذرية صالحة في القريب العاجل يا رب العالمين هنا حبيبتي نرجع للفيديو تعنا نرجع للوصفة تعنا كما كنتوا تشوفوا درت نص كاس تعزيت ضفته على دفوعات كما راكم تشوفوا مع الخلط المستمر بالنسبة لهذه الكمية تعزيت اللي هي نص كاس ضيفوها يعني على دفوعات باش الكيك تعنا يجيب بزا فخفيف نروح هنا حبيبتي الهان اللي رايح تزكيلنا الميني كيك تعنا وكذلك تعطي الوحدة الخفة ما عندي ما نحكي لكم كما راكم تشوفوا عندي تقريبا كاس إلا ربع من الحليب دفيته يعني يكون دافي ما يكونش سخون يغلي ولكن نوعا ما يعني بين سخون ودافي كما راكم تشوفوا ضفت له ملعقة كبيرة تعال الخل السوات ديروا الخل الأبيض ولا الخل الأحمر بعدما صبوا على هذه الكميات تعال الحليب رايح يروبه يعني ان تحصلوا على رايب بالنسبة لهذا السوات يعني كنت تحصلوا على الرايب هذا هو يعني اللي رايح يزيدلكم في الخفة والهاشاشة تعال الكيك التعنا يخرج من أرواع ما يكون أحسن من إنكم تديروا يعني حليب يعني كنت راوبوه رايح يعني يعطينا هذيك الخمائر اللي تساهم في أنه تدخلينا الكيك تعنا ولا الميني كيك تعنا يخرج بزا فخفيف خلطت بالنسبة يعني هذيك الكميات بالنسبة للفارينا نضفت الكاس الأول ساعة الكاس المستعمل وهي 220 ميلي لتر غرب التها كيمارا كم تشوفوا باش الكيك تعنا يجي نخفيف عندي هنا يا علبة ولا عفوان كيس خميرة الحلوة وزن الكيس 10 قرام انخلط من الحمال يحب الفويح تاني يعني كمية الفارينا في السوائل كيمارا كم تشوفوا بالنسبة حبيبتي الفارينا ادتلي حوالي كاس واربع بقد شوفوه يعني جبت نصف كاس فارينا وما درتوش كامل درت منه ربع فقط هاوليكم هنا نصف كاس درت منه إلا الربع فقط وانتم هنا حبيبتي كتعودوا في كمية الفارينا ضيفوا الكاس الأول بالنسبة يعني الكمية اللي زيتها مر الكاس يعني ضيفوا على دفعات وتخلطوا ثقنا نعطي لكم القوام بتاع الميني كيك تعناول الميني موسكوتشو كنشكلوا حرف ثمانية كما راكم تشوفو يعني نقعدو نشوفو في زمان شوية باش يروحنا هذا الرقم هاوليكم هنا الكمية اللي تبقاتلي احنا حبيبتي جبت هاذ القوالب اللي راكم تشوفو فيهم تعليه بابا بالنسبة للقطرة التحم الثمانية سنتيمتر رشيتهم بالبلغ مارغارين ورشيتهم منيح منيح بالفارينا عكا باش ما تلسقناش الكيك التعنا شوفو هنا القوام تعليه ما شاء الله نروحوا هنا بدا منصبو في الكيف الخالي تاع الكيك التعنا كما راكم تشوفو تديلكم حوالي ملعقة وشوية هذه هي انتو ما حاولو انكم تقسمو الخاليط بتاعكم على عشرة تعليمول يعني هذه الكمية اللي درتها معاكم خرجتلي عشرة ميني كيك والميني موسكوتشو يخرجوا من أرواح ما يكون ما تعمرش بزاف الليمول تاوعكم باش ما تفيد القمش يعني هذي كلابات حاولو انكم توزعوها على عشرة تعليمول بالتساوي حوالي ملعقة وشوية حوالي ملعقة ونسف بالنسبة للفرن كون شاعلتوا مسبقا على درجة حرارة عالية من بعد دخلت الليمول تاوعي حطيتهم في بلاتو دخلتهم في الرف الليفل الواسط ورديت درجة الحرارة متوسطة طيب تلكيك التاوعي على درجة حرارة متوسطة كيشتهم بدوا يحمرونها من الفوق يعني زيت كملت لهم هذيك التحميرة غير ملتحت فقط ما شاعلت لهم ش نهائيا من الأعلى يعني طابوا بهذيك الحرارة تعالفرن اهنا بعد ما كنت خرجتهم هما سخونين ديموليت السبعة لولين طيبت سبعة من بعد طيبت ثلاثة شوفوا هنا يا حبيباتي جسمة قلب المولت ستهبط هذا الميني كيك يهبطنا الميني كيك بكل سهولة ما رايحش كامل يليسقوا معكم ببرك يعني الدهنوهم بالزبدة ورشولهم الفارينة شوفوا هنا حبيباتي كيفاش يجون خفاف يجون ما شاء الله وصفات تستحق التجربة نروحوا هنا يا حبيباتي بالنسبة للتزيين الدحم بالنسبة لهذا التزيين واش نحتاجو في عندي هنا يا كمية من كوكا وإيفيلي كنت حمصتو وعندي معجون تع المشماش نجيبو هنا يا البنسو ندهنو لوجه تحبة الكيك تعنا سواء تدهنو غير من الفوق ولا يعني ديروها حتى في الأطراف كيما تحبو ندهنها كاب البنسو وننغطسو في هذيك الكمية تع الكوكا وإيفيلي كما راكم تشوفو وهنا يا في الواسط نضع لها كذلك كمية من المعجون وهذي يا حبيباتي تقدروا يعني تعتمدوهم كمشروع للمقاهي للأعراس يعني رايح يكون مشروع جد مربح كما كنتوا تشوفو مقادير قليلة بزاف بيضة واحدة وانتو متحصلتوا على عشرة تعليميني كايك ولليميني موسكوتشو يخرجوا من أرواع ما يكون بالنسبة حبيباتي لسعر البيع راح تبيعوهم من ربعالاف ربعالاف وخمسمية حتى الخمسالاف على حسب يعني بواش زينتوهم تقدروا هكا زينوهم كما درتم أنا حسبهم على خمسالاف للحبة ربعالاف ربعالاف وخمسمية حتى الخمسالاف انتم ما يعني وعلى حساب المنطقة اللي تسكنوا فيها وكذلك على حسب سعر التكلفات على لزينجريديون اللي خدمتوا بها وصدقوني هذا المشروع راح تربحوا فيه يعني قد ما بعتوهم للمقاهي صدقوني راح تكون يعني فيهم فائدة كبيرة لأنه راس المال حوالي عشرين الفقط وانتي يعني خدمتي كمية بالنسبة هنا يلي كيسات تجيبوا لي كيسات الخاصة بالمادلان عم يتباعوا يعني بعشر الف شريك كونتيتي بزاف كبيرة جبنس انو بلك فيها مية حبة يعني راك يا رايحة تديري بهم شحال من حبة تقدموهم حبيبتي بهذا الطريقة طبعا حبيبتي لي حبت تعتمدهم كما شرع راك يا رايحة تتفاهمي مع مقهى ولا زوج ثلاثة قد ما تفاهمتي مع عدد كبير قد ما يكون يعني الربح تاعك بزاف بزاف يعني هايل كما راكم تشوفو تتفاهموا مع مول المقهى انتوية يعني تشوفو هذيك السعر تأكل حبة طبعا وراح يزيد هذيك الخمسمية ولا من عنده ويبيحهم كما راكم تشوفو هذا المشروع حبيبتي راه هو مشروع جد مربح فيه ثائدة كبيرة لأنه راس المل تاوي حاجة قليلة تقدري حبيبتي غير بعشرين الف وانتي بديتي هذا المشروع تسترزقي من دارك واللي حبت يعني تعتمدوك مشروع نقول لك حبيبتي التكليل العربي مشروع راه وفيه فايدة كبيرة راك يا رايحة دخلي منه دراها مكبار فقط يعني التكليل العربي العالمين وانشاء الله ربي يوفق كل وحدة تسعى للرزق اللي حلي أتمنى حبيبتي غاليتي وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم بقوا لي المقطع الاخير نقسم معكم هذا الميني موسكو تشول الميني كيك بشتوف الخفة وكيف يجي ملء بانج يجي قطني وبثاف بثاف بنين أتمنى حبيبتي غاليتي وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم لا تدخلش علي يا حبيبتي بذلك اللايك ربي يحفظكم ربي يحليلكم أيامكم خليولي تعليقاتكم المحافظة حول هذا الوصفة وأي وصفة حبيتو يعني بارتعجيها معكم فقط كتبوا لي في التعليقات بربي إن شاء الله راني رايح اللبي لكم كامل طالباتكم وكل وحدة زارتني في هذا الفيديو دخلتني جديدا نقول لك حبيبتي فضلا وليس أمرا اشتركي في القناة وفعل الجرس حكا بيش يوصلك كل جديد ما كمش رايحين تندموا إذا اشتركتوا في القناة وفعلتوا الجرس لأنه في انتظاركم المزيد والمزيد من الوصفات الاقتصادية الوصفات الرائعة والناجحة والمميزة نبقى لها نقول لكم نطلقوا لي في رواحكم نطلقوا إن شاء الله في عدد آخر وفي وصفات أخرى ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته